طبعاً نحن الآن بقضاء الزرباطي القديمة أنا لأول مرة أزور هذه المدينة برفقة أستاذ صباح والأخو الأعزاء طبعاً مشاهداتي عن المدينة بحقيقة رائعة رغم أنه مدينة قديمة ويمكن اللي باقي منعدها بس أطلال يعني ماكو حتى ملامح مدينة بس مختفية للأسف بسبب الإهمال بسبب قدمها بسبب العوامل الطبيعية حقيقة أنا سعيد اليوم أنه شفت هاي المدينة وهاي البيوت اللي اللي ما باقي منها غير بس بضعت جدران يعني ونتمنى أنه نسوي شيء يوثق هذه المدينة يوثق حياة الناس شلون كانت عايشة يوثق الظروف اللي مرت بهذه المدينة الحوادث السكان اللي عاشوا هنا الشواهد كثير من الأشياء كثير من التفاصيل نتمنى أنه نوفق في توثيقها عبر الأستاذ الباحث أستاذ صباح وعبر الأخوة الأعزاء اللي شاركونا بالمجيئ ما شعورك من ناحية الأطمئنان أكو منطقة تروح لها تحس بالتخايف لكن أكو منطقة تروح لها تحس بنوع من الأطمئنان والله هو يعني خلي نقول العودة للطين نعم هو مجرد الطين أنت وجودك بهذه الأجواء يحسسك بشعور شعور شعور يعني تخليك مطمئن وتحس أنه أنت يعني في منطقة هيش وديعة يعني الطبيعة والجمال والخضار والطين فهذه أجواء يعني تحسس حقيقة بانتمائك للعراق بانتمائك لتاريخك بانتمائك لهذه التراث العريق اللي نمتلكه يعني وللأسف يعني مهمل فهس أنا أترك الحديث لأستاذ صباح دعوة من عندك استاذ أي دعوة منك أنه تكون شراحة أنا سعيد جدا يعني بتواجدي مثل ما قلت برفقة الأساتذة وأتمنى أنه من الجهات المسؤولة الجهات المعنية وزارة الثقافة كل المعنيين كل اللي أصحاب القرار أنه يعني يسلطون الضاو أو يعني ديرون بالهم على هذه المدينة على الأقل يعني يحافظون على ما تبقى منها يعني لأنه موضوع إحياءها من جديد يبدو أنه مستحيل بس خلي نقول أنه يحافظون عليها كتراث كأرث حضاري عراقي حتى الأجيال تعرف تعرف تاريخها يعني هذا اليه كوكب السياب صحفي شكرا جزيلا